رحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم وهذه حلقة جديدة من برنامجكم وقولوا للناس حسنا مشاهدين الكرام هذا هو شهر الخير والبركة شهر الرحمة شهر المغفرة شهر العثق من النيران شهر رمضان المعظم هذا الشهر شهر الجود والكرم هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون فيه كان اجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم هذا الشهر الكريم الذي هو يعني فيه ليلة هي خير من الف شهر ومن صام هذا الشهر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه ندعو الله عز وجل ان يجعلنا من عتقائه في هذا الشهر الكريم هذا الشهر العظيم شهر القرآن شهر الصيام شهر القيام ندعو الله عز وجل ان يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال في هذه الايام الطيبة المبركة في هذا اللقاء مشاهدين الكرام نتحدث عن الجود والكرم في هذا الشهر الكريم العظيم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ضرب اروع المثل في جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم وكان اجود ما يكون في هذا الشهر الكريم كان اجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم نتعرف على يعني مظاهر الجود والكرم في هذا الشهر الكريم وكيف يمكن ان نكون من الذين يعني يجودون بكل ما لديهم في هذه الايام الطيبة المبركة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى واقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في هذه الايام التي يرفع فيها الدرجات ويكفر فيها السيئات ادعو الله عز وجل ان يتقبل مننا ومنكم صالح الاعمال مشاهدين الكرام مرحب في بداية هذا اللقاء بضيفي الكريم فضيلة الدكتور محمد حمودة من علماء الازهر الشريف ورحب بك استاذنا الدكتور اهل الاستاذ الشراء كل عام وانتم بخير اعلاقوا ربي شهر بركة ونور وصرور على حضرتك وعلى المشاهدين الكرام اللهم امين جميعا يا رب فضيلة الدكتور يعني دين الاسلام يعني من اساسياته هو الايسار ان يؤسر الانسان على نفسه يعني كما تحدث الحق جل وعلا في كتابه ويؤسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة هذا ما تحدث عنه القرآن الكريم وهذا هو الطبيعي لكل مسلم ان يكون جوادا كريما يعني يؤسر على نفسه حينما نأتي لشهر رمضان فان الاجر يضاعف والثواب يضاعف في هذه الايام الطيبة المباركة وقد ضرب رسولنا الكريم اروع المثل ليتك تحدثني عن الجود والكرم في اساسيات هذا الدين العظيم وفي اخلاقيات هذا الدين العظيم وكيف تحدث القرآن عن الجود والكرم الحمد لله حمدا طيبا كريما يليق بذاته ويليق بصفاته والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آل بيته وعلى أصحابه اجدد لك التحية مع الحب وكبير التبركات بهذه الاوقات الطيبة التي انعم الله بها على المؤمنين كل سنة حضرتك طيب اخي الحبيب هناك قاعدة في الاسماء نعم تقول اذا كسرت الاسماء على شيء واحد فدلينه على شرفه نعم ما شاء الله يعني الاسد له اكتر من اسم والسعلب له اسم واحد صحيح فكذلك الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن الانفاق هنسميه الانفاق نعم ثم بعد ذلك هذا الانفاق يطلق عليه الجود يطلق عليه الكرم يطلق عليه السخاء نعم يطلق عليه المن يطلق عليه العطاء نعم والإيصار نعم والإيصار نعم هذا الركن الكبير هو امتحان كبير للإنسان نعم ايحب ربه ام يحب ما له صحيح الامر خطير نعم الله يأمر والنفس البخيلة الشحيحة تأمر صحيح اي الامرين ينفز انك اذا ما نفست اوامر الله وعصيت اوامر نفسك في عملية البخل والشح نعم فهذا فقد نجحت في الامتحان صحيح اما انت تتاخذ بقى مدرسة القرش الابيض ينفع في اليوم ومدرسة اللي مش عارف معك النهاردة ينفعك بكرة ايو اخذ من التالي اختلي يعني وعكذا يعني هذا ما يجب على المسلم أن يتخلق بهذه الأخلاق فالمسلم ليس ممسك نعم ولكنه مسلم صحيح ومن علامات الإسلام أنه يشعر بالفقير نعم ويشعر بالمحتاج بل إنه كما قال ربنا ويطعمون الطعام على حبه نعم والعلماء عند الضمير على حبه قالوا رجع لمين هل حبه يعني هم حبين الحاجة اللي بيدوها بس بيدوها يعني طلع من جلدهم زي ما بيقولوا يعني نعم أم على حبه أم هم محبون للإنفاق وإطعام الطعام نعم فإذا الإنفاق ليجب على الإنسان أن يكون من الأخلاق التي يلتزم بها ويصدق فيه ما قيل في النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عندما كانت تجلس في المسجد إحدى النساء وهي بنت أكرم العرب نعم بنت حاتم الطائق سيدة سفانة نعم السيدة سفانة مر عليها النبي بعد صلاة العشاء فنادت يا محمد صلى الله عليه وسلم نعم أوما تعرف من أنا فقال من أنت يا آمة الله وليل أنت مين نعم فقالت أنا سفانة بنت حاتم الطائق أكرم العرب نعم فإذا بالنبي يرد عليها عمليا صلى الله عليه وسلم أبوك كان بينفق قد أي يعني بيعمل أصعة أكل وبيعمل طبيق والناس داك مش داللي كان بيعمله أبوك نعم فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على خازن بيت المال وقال أعطوها ما يغنيها فإذا بها تسوق من الأنعام والأغنام وتملأ جرابها من المال بما لم تكن تتوقع ولم تره في أيام أبيها نعم فأخذت تبحث عن أخيها الذي عاد النبي صلى الله عليه وهو أخوها عدي بن حاتم الطائق صحيح رضي الله عنه وأرضاه نعم فلما رأها قادما من بعيد ولما رأته في سفح جبل أخذت تنادي يا عدي يا عدي قال ما لك يا سفانة ومن أين هذا المال قالت لقد أعطاه لي رسول الله يا عدي إن محمدا ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم النبي مش خايف من الفقر فعلى المسلم ألا يظن أنه لو أنفقه وأنه لو أعطى سيفتقر وأنه سيحتاج للأسف لا بل إن الإنفاق هو مجلبة لكبير الأرزاق صحيح عندما تنفق فالله سبحانه وتعالى يعطيك أكثر هذا في الإنفاق فما بالك بالكرام نعم فالكرم أزيد صحيح فإن الكريم يعطيك حتى ترضى طيب تعالى ما الكرم المتعلق برمضان بقى عندنا كرم الكريم نعم تبارك اسم ربك سبحانه وتعالى قب بالك يا مولانا بقى الإسم الوحيد من أسماء الله الحسنة اللي تحط جنبه تبارك نعم يعني البركة في الإسم ده سبحانه وتعالى يعني البركة ستحل طيب تحل في إيه تبارك اسم ربك زل جلال وال إكرام والإكرام نعم سبحانه وتعالى أمر قطير نعم ده رب العباد يسمي نفسه الكريم وبعدين في دباء لا يقول لك الإكرام الأكبر لم تأخذه إلا من من نعم إلا من الله ويقال أن هذا هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى هو هذا قال بعض الناس يقولوا تبارك اسم ربك زل جلال والإكرام نعم قالوا الاسم الوحيد اللي تحط جنبه يبقى هو اسم الله الأعظم نعم إذا دعي به أجاب إذا دعي به أجاب نعم فإذا يبقى حضرتك إذا عرفت أنك عبد للكريم سبحانه وتعالى فلماذا لا تنفق ما هيديك تاني هيعوضك نعم وإحنا دايما نقول للناس كده افتح الحنفية عشان تجيب مياه جديد صحيح أما إذا لم تفتح صنبور المياه فخلاص يبقى الماء الأسل اللي ماركون وراء الحنفية بقى نعم أنت اللي هتشربه فربنا سبحانه وتعالى في هذا الشعر الكريم من إكرامه وإنعامه يكرمنا بالآتي نعم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زم أرأيت إلى هذا طيب من صام رمضان فقط من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيه ده يعني الترويح تأخذ من الجماعة اللي بيطولوا أدية أستاذ أشرف ساعة وتأخذ من الجماعة اللي هم بيصلوا على وفق حالهم تأخذ لهم نص ساعة نعم إيه نص ساعة ده اللي يغفر زنب سنين نعم اللي يغفر زنب ليالي صحيح اللي يغفر زنب أيام لا تقدم من الزم فليس هذا ليس بعد هذا الكرم كرم كرم سبحان الله أن يكرمنا نعم فضيلة الدكتور يعني لشك أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم هو الجواد صلى الله عليه وسلم وكان يعني أجود ما يكون في هذا الشهر الكريم كان أجود من الريح المرسلة وهو معلوم أن الريح المرسلة كانت تأتي بالخير دائما النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث وقال اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا هذا ما يقوله ملكان في كل يوم في صباح كل يوم يعني يدعوان لمن ينفق ويعني أيضا يعني يقولان لمن أمسك اللهم أعطيه تلفا يعني أو أتلف ماله نعم أيضا لو تحدثنا عن جود النبي وكرمه صلى الله عليه وسلم وما يجب علينا أن نفعله حينما أقسم النبي وقال أن الله سبحانه وتعالى أقسم ما نقص مال من صدقة ليتك تحدثني عن هذا الأمر لأن هناك البعض ربما كما أشرت فضيلتكم يعني يمسك في الأموال بطريقة تكون فيها شح وفيها عدم جود وكرم يعني ليتك تجيبني عن هذا السؤال بعد هذا الفاصل إن شاء الله يعني حتى يعني نأخذ بقية الحلقة في الإجابة عن بعض هذه الأسئلة أكرمكم الله وعزكم وبعد هذا الفاصل ورحب مرة أخرى بضيفي الكريم فضيلة الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف أهلا نصر أهلا نصر أهلا نصر أرحب دكتور يعني قبل الفاصل كنا نتحدث سألتاني سؤال نعم عن الجود والكرم وأن الملائكة تدعو الملائكة لمن يجود بماله وكذلك أن أخبرنا النبي أن الله أقسم أنه لا ينقص مال من صدقة كيف للناس لا تؤمن بمثل هذه الأحاديث والنفس تشح وتحب المال أكثر من أن تجود به وأن تجعل هذه الأموال في الآخرة يعني كرصيد وتجارة مع الله نعم الله سبحانه وتعالى حذر على المرء المسلم أن يخشى الفقر نعم لأن الله سبحانه وتعالى لن يترك عبده المؤمن يبوع صحيح قد يبتليه أيام أو يبتليه سنوات عجافه لكن بعد السنوات العجاف سنوات كلها خير خير نعم فيها من البركة والنور ما لا يعد ولا يحصل على الإنسان أن يمتسل نبيه إن نبينا وصل من الكرم حتى أنه إذا سئل ولم يكن عنده يستدين نعم يعني حضرتك يعني أنت بتقول ربنا يسهل لك ربنا يسهل لك ما معيش فلوس ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل لا مال له يريد أن يطعم عياله نعم فينادي على سيدنا بلال ويقول له يا بلال استدل له نعم حتى استدان سيدنا بلال في آخر أيامه من رجل يهودي نعم استدان من أجل أن يطعم رجل فقير صحيح فسيدنا بلال لما استدان وجاء الرجل له هو يؤزن وقال له لقد وعدتني أن تسد دينك بعد أيام وإن لم تفعلها سأعيدك روي عغانا مرات أخرى نعم فإذا بسيدنا بلال ينام ناكدا وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل إليه فجرا صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال كان سارف ألف دينار ألف دينار تلت تلاف أربع تلاف فجاء مصرعا للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال له يا بلال أما رأيت شيئا بالباب أنت ما شفتش حاجة موجودة في الباب فقال له لم أرى شيئا يا رسول جئت إليك على عجل قال له فخرج إلى الباب فإن ملك الحيرة نعم أرسل إلينا أربع نوق محملة ما شاء الله فخزها وسد دينك والباقي لك نعم إذا على المرء المسلم أن يعلم أن خزائن السماوات وخزائن الأرض بيد الله لا بيد حرصه نعم ولا بيد تدبيره صحيح عليه أن يدبر معيشه فما كان محتاجا إليه يصبر عليه أما أن يكنز الزابة والفضة فإن ربنا سبحانه وتعالى وعدهم وعدا صعبا صعبا يوم يحمى عليها في نار جهنم نعم فتكوى بها جباغهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم تذوب آه ويوم طويل نعم كنز المال يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم ما من عبد مسلم يكنز زابا ولا فضة إلا صفحت له صفائحة بالنار يوم القيامة لا المال بتاعك اللي أنت لم تعطيه للفقير ولا المحتاج ولا أنفقته على المحاوية نعم هذا المال سيكون وبال عليك يوم القيامة فأسأل الله نعم أن يعطينا لننفق نعم لا يعطينا لنكنز حسنت فضيلة الدكتور يعني ولو تحدثنا عن مصر حفظها الله هذه الأرض المباركة الطيبة بأهلها وبكل من فيها ويعني هي بركة من الله سبحانه وتعالى يعني من أكثر الشعوب كرم نعم هم الشعب المصري وأنا لأقول ذلك يعني لأننا مصريون يعني ولكنها هي الحقيقة نجد موعد الرمضانية في هذا الشهر نجد الواجبات التي تذهب للفقراء والمساكين نجد أبواب الخير كثيرة جدا في مصر في هذه الأيام الطيبة المباركة يعني إليتك تحدثنا عن جزاء الجود والكرم عند الله سبحانه وتعالى الحقيقة أن المسلمين كلهم في هذا الشهر الجود عندهم يزيد ولكن أهل مصر يبتكرون في الإنفاق صحيح لهم ليس عندهم يعني يكفي أنهم يوقفون أرضا كاملة نعم هل عندنا وزارة اسمها وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف نعم وزارة الأوقاف هؤلاء دراجل أعطى عزبة وعزبتين وثلاثة واربعة لله بل إن هناك بعض البلاد في محافظة القليوبية موقوفة لكسوة الكعبة ما شاء الله واتكية المصرية التي كانت موجودة في بلاد الحرمين معروفة مشهورة نعم وعندنا الإنفاق الأسبلة الموجودة السبيل أم عباس سبيل كذا وسبيل كذا وكان موجود أحمر بن طلوم كان له عادة خطيرة يوميا كان يصنعوا طعاما للفقراء والمساكين يذهبون إلى غناك ويأخذون يوميا سندويتش حل وسندويتش من المأكلات الأخرى نعم فالله سبحانه وتعالى أكرم مصر نعم بالنيل والنيل يجود فاكتسب المصريون أخلاقهم الطيبة في الإنفاق من هذا العطاء الرباني الذي ينزل من السماوات العلى ينزل يعلمنا الجود ويعلمنا الخير فالمصريون لا قل وحدس فنحن نسمعها من علماء غير دولاتنا ويكتبون فيها مقالاء طيبة في كرم أهلها وما زال الكرم وجود عندنا حتى الآن وبعد الآن فهو من جينات المصري نعم فضيلة الدكتور يعني كيف نعود أنفسنا ونعود أبنائنا على الجود والكرم في بيوتنا ومع جيراننا يعني لا نبخل على الجيران أتى هذا الشهر الكريم ونجد بعض المشحنات بين الجيران يعني ليت هذه العلاقة تسودها الحب والمودة والجود والكرم يعني الجار يكرم جاره والمضيف يكرم ضيفه وهكذا أغلب آيات القرآن الكريم لو أنك أحصيتها تتكلم عن الإنفاق أكبر آيات وأكثر الآيات الموجودة في القرآن الكريم تتكلم على الإنفاق فتعجب أيخ الحبيب على المسلم الذي يقرأ الآيات من أول الآيات تتكلم عن الإنفاق ثم بعد ذلك يبخل وإذا ما أحصى في صورة الإنسان الجزاءات التي أعطاه ربنا للمنفق للذي يطعم ويطعمون الطعام على حبيه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله تعالى بعد يقول فجزاهم الله أو عفوا فاقاهم الله شر ذلك اليوم تتخيل أن اللؤمتين اللي أنت موديهم لجارك دون يعتقوك من جهنم يوم الإيامة سبحان الله المؤمن خايف إيه إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قم طريرة ده الخوف فرب العباد يقول لي فاقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرات الوصر والجزاهم بمصابر إلى آخر الآيات حوالي 30 جزاء لهذا المنفق فأسأل الله أن يجعلنا من المنفقين نعم ومصداقا لقول النبي اتق النار ولو بشق تمر يعني بأقل القليل الإنسان يجود حتى لو بشق تمر نصف تمر فقط ربما تكون سبب في دخول الإنسان الجنة وأن يتق النار بجرم وكان الإثار يعني هو صفة كريمة وعظيمة من صفات صحابة النبي وصفات المسلمين جميعا أن يؤثر الإنسان على نفسه ولو كان هو محتاج لهذه الأموال هذه قمة العطاء وقمة الكرم ندعو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يجودون بأموالهم الذين يؤثرون على أنفسهم الذين يبتغون مرضات الله ويتاجرون مع الله سبحانه وتعالى في نهاية هذا اللقاء أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حمودة من علماء الأزهر الشريف نشكرك أستاذ الدكتور على هذا اللقاء نشكرك أستاذ والعام وحضرتك بخير نشكرك أستاذ نشكركم أيضا مشاهدين الكرام على حسن المتابعة وكل عام وحضرتكم بألف خير ونترككم في معية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله